اشتركوا في القناة اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحضور الامين العام لمجلس التعاون وخلال الاجتماع اكد سعادة وكيل وزارة الخارجية للشهون السياسية حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى يده الله على تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي الخليجي والالتزام بمضامين اعلان العلا وتطبيق رؤية خادم الحرامين الشريفين باستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والامنية وتنسيق المواقف السياسية بما يعزز تضامن دول مجلس التعاون ويلبي تطلعاتها في الامن والاستقرار والوحدة والرخاء واعرب سعادته عن تقدير البحرين لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون ومبادراتها الرائدة في تعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على وحدة البيت الخليجي وتماسكه وصون امنه واستقراره مؤكدة وقوفها صفا واحدا إلى جانبها فيما تتخذه من اجراءات لحماية امنها واستقرارها وبحث اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول مجلس التعاون التوصيات المرفوعة من اللجان الوزاري المختصة والامانة العامة وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الاعلى في دورته الثانية والاربعين بالرياض بشأن تعزيز التكامل الخليجي ومتابعة تطورات الحوارات والعلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الدولية وبيان المواقف السياسية ازاء القضايا الاقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر